الريلاشنشيب الثالثة بين الparasite والهوست هي الparasitism أو علاقة التطفل parasitism is a relationship in which a parasite benefits and the host provides the benefits يعني بها العلاقة الطفيلي هو اللي حيستفاد والمضيف هو اللي حيقدم الاستفادة وبالمقابل حيضرر يعني شنو بها العلاقة المضيف ما هيحصل ايشي يعني الparasite الطفيلي حيستفاد والمضيف ما هيحصل ايشي وبالمقابل حيتأذى ودعما يعاني من فتنوع اصابة ليش لانو الطفيلي هنا يعيش على حساب المضيف كل ما يتأذى المضيف اكثر كل ما يستفاد الطفيلي اكثر the degree of dependence of a parasite on its host varies ودرجة اعتماد الطفيلي على المضيف تتغير اللي هي تحتبر الباثوجينيسري يعني كل ما يعتمد الطفيلي على المضيف اكثر كل ما يتأذى المضيف اكثر كل ما تزداد الاصابة عنه وهي تعتمد من طفيلي يعني حسب نوع الطفيلي مثلا حسب مناعة المضيف حسب الظروف اللي موجودة بها هذا الطفيلي والمضيف فيعني تعتمد على ظروف ميينة هنا مصطلح الزوانسيس هذا المصطلح نستخدمه للتعبير عن العدوى اللي تسببها الحيوانات او اللي تنقلها الحيوانات للبشر سواء كانت هاي العدوى directly امتلع مباشر مع البشر او indirectly via a vector يعني تنقلها حشرة مثلا من هذا الحيوان للانسان عدنا انواع عدوات او امراض يعتبرون animal infection او الحيوانات هي اللي تنقلها مثل leishmaniasis south american tryponosomiasis rhodescience tryponosomiasis japonicum chistosomiasis trichinosis fascioliasis high dated disease and crypto spirodiosis يعني هنا عدنا هذول الامراض تسببهم او تنقلهم مسببات حيوانية واهم شي هنا انو تعرفون لانو وزاري في حييجي امسكيو بس غالبا فكل مثلا ممكن يجي امسكيو انو هذا الزوانس او الانمال انفكشن يسبب احد الامراض وينطيب الامسكيو امراض معينة ونختار واحدة من هذولي انفكشن يستخدم ايضا كميونيكابل من انامال إلى الناس انزوتك انفكشن اقوارد من الناس انفكشن يعني الاسم الثاني لهذا الانفكشن اللي هو انزوتك انفكشن انفكشن ولم يكون خلصنا هاي المقدمة عن الهوست عن الهوست عن الهوست عن الهوست سواء انواعهم عنواع الهوست الهوست والهوست عن طريق المدخلات للجسم اول شي عندنا الماث الفم يعني اكثر طريقة دخول شائعة للبارسايت هي عن طريق الفم عن طريق الطعام الملوث الماء 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 يعني ال او الاضافر اللي تكون متغطيات بالتراب او الفومايت اللي هي ادوات الطعام او مثلا الادوات بصورة عامة سواء ملابس معالق وهي اشياء المهم يعني هي هاي عن طريق الفم هي هاي اكثر طريقة شائعة دخول البارسايت وتجينا عن الطعام الملوث الماء ادوات الطعام شنو انواع البارسايت او شنو اشهر البارسايت اللي حد تدخل لطريق الجسم الانسان عن طريق الماث وهي اهنا تكون انتستنال بارسايت بارسايت تسبب امراض بالانتستن او بالامعاء مثل الانتميبة histylotica georgia lumblia benetidium coli enterobius vermicularis trichurus trichura ascaris lumbricoids trichenilla spiralis tainia soleum tainia saginata diphylob porythium latum fasciola hepatica fasciolopsis puscae clonarchus sinensis and paragonemus westermani هنا طبعا يكون موضوع شوي overwhelming من كل هذولي الفارسايت لازم يعني نعرفهم او نحفظهم الجواب هو لا لانه اذا طبعا اذا مثلا تريدون درجات عالية بالمد او هي شي فايي لازم بس اذا مثلا احنا دا نحتي على الوزاري الوزاري ما حيكون اكون السعي فما يحتاج مثلا نعرف كل املاءهم او نعرف ان عدتهم شنو نحتاج نكون عدنا معرفة بهم و هسا يبين الموضوع شوية صعب لانه هم هواية و يبينون صعبين بس بالمحاضرات الجاية هناخذ كل واحدة منهم مثلا الجزء الجاية من هاي المحاضرة هناخذ الانتميبا هستلوتيكا ورا هناخذ الجياردية فمن هناخذ واحدة وحدة اصلا هنلقي نفس نحاوذيهم بعدين فهسا نقدر هش نقراهم صورة سطحية اكثر الطريقة الثانية او البورتال الثاني هو البشرة انتري through the skin is another important portal for the entry of parasite Infections with Inclostoma Duginale Nicator Americanis and Strongyloids Stercularis is acquired when philoform larvae of these nematoids penetrate the unbroken skin of an individual walking over fecally contaminated soil يعني يعني شنو هسا بالبشرة هيكون ادنى ثلاث طرق تدخل بها هاي للبشرة اول شي عن شنو عن طريقة المشي على سطح التربة ملوثة ببقايا فضلات المشي يعني من احد يمشي حافي مثلا على طريق على على تربة ملوثة ببقايا فضلات او مثلا فضلات حامل هذا فمن يصير هيتشي هيصير انه من المشي مثلا احد مجروح برجلة او هيتشي ومشى على بقايا هاي الفضلات بالتربة عن طريق هذا الجرح او البروكن سكن مثلا او حتى بين الاضافر هيدخل هذا البرسايتس وحيسببنا المرض اللي هي هاي الثلاث البرسايتس اللي قريتهم هسه هتدخل البشر عن هاي الطريقة بينما الطريقة الثانية يقول انه شيستوسومييسس caused by شيستوسومة هيماتوبيوم شيستوسطومة منسوني and شيستوسطومة جوبانيكم is acquired when the والثالثة والأخيرة a large number of parasites for example plasmodium species وتريرا بونكرافتي بونكرافتي بورجيا ملاي بونكرافتي onchocerca vulvulis tryponisoma brucii gambians and tryponisoma brucii rogesens and tryponisoma croesi leishmania species and babesia are introduced when blood-sucking erythropods puncture the skin to feed الطريقة الثالفة اللي تنتقل بها هذول البرسايتس اللي عددتهم هي من يكون عندنا حشرة او حيوان مفصلي اللي هي الضبط الحشرات تكون blood-sucking ماصر الدماء فهاي هي حتسبب يعني جرح للبشرة when it blood-sucks و على أنا متشنو لان هي تتغذى ع الدم فمن دا تتغذى ع الدم تنقل هذولي البرسايتس اذا كانت حاملة لهم فهنا بالسكن عدنا ثلاث طرق التربة والمي والحشرات المفصلية بعدين عدنا sexual contact الاتصال الجنسي تنتقل ب ثلاثة التقبيل انتميبة جنجفالس is transmitted from person to person by kissing or from contaminated drinking utensils هنا عندنا الانتميبة جنجفالس هتنتقل هتنتقل يا عن طريق التقبيل يا عن طريق الأدوات الشرب الملوثة مثل الأكواب وهيج الخامسة هي الكنجينتال من البلازم واليوم فهنا إذا تكون الأم حاملة إليه حينتقل للجنين عن طريق الولادة يعني من يلوه للجنين حيكون حامل لهذا سادسا اللي هو الانهاليشن airbrown eggs of enterobias vermicularis may be inhaled into the posterior pharynx leading to infection هنا uh enterobias vermicularis الطور اليارق مالتها أو السيست يكون على شكل eggs أو بيوض صغار فهذول يكونون خفيفين كلش فينتقلون عن طريق الهوى فمن يحدث استنشاق لهم حيروحون لل posterior pharynx أو الجزء الجزء النهائي من الفarynx وحيسببو لي infection سابعا iatrogenic infection هنا ال iatrogenic يعني قصده انه او 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 الادوات الطبية مو شرط بس العلاج المالي ما اطرadas 20 10 30 30 ye شزوجني لعفو هذا يعلم كم التوفزير أو تنفزين مالاريا 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 يمكن أيضا تنفز من تنفز من ويستطيع هذا يتحدث في ترجم هنا تطبيق مثال على الأمراض اللي هو المالاريا فيقول لنا هذه المالاريا تنتقل عن طريق نقل الدم فمن ينتقل الدم من واحد متبرع حاوي دمه على مرض الملاريا الى واحد اللي هو هياخذ الدم يعني ابن دونر اللي هو ده يتبرع بالدم واحد هياخذ الدم فهذا اللي ده ياخذ الدم هيصير بمالاريا لانه دم الشخص المتبرع بمالاريا تحتوي على هي الطرف اليرقي او السست من المالاريا اللي هي الاي سكشول فورمز فهاي الحالة او هاي المرض يعني نسميه تروفوزور اندوست مالاريا يعني المالاريا اللي سببتها التروفوزور اللي حتنتقل بالدم او الترانس فيوجن مالاريا هنا ايضا المالاريا عدنا ممكن تنتقل بالحقن الملوثة او الابر و هاي اكثر حالة وين تصير عندنا تصير عندنا بالدراج مدمنين المخدرات لانه العفو اكو يتعرضون مخدرات عن طريق الابر فعني تكون الابر تنتقل من احد الاحاد من احد مثلا بي مالاريا لا احد ما بي و هينتقل عندنا المرض بهاي الطريقة هسا ورما كملنا ال portals portals of entry into the body واخذنا سبع نقاط هنروح الى classification of animal parasites and vectors هسا احنا كملنا البداية عرفنا شنو الparasites شنو الhost طريقة الانتقال للجسر هسا هنبدي بدراستها الparasites فاعلنا classification of animal parasites and vectors اول شي الكندم المملكة اللي هي اكبر شي بعدين الفايلوم سبفايلوم class order family genus and species انه لازم يعني يكونن بالسرعة لانه هي من اكبر و اشمل التقسيم الى اصغر تقسيم اللي هو species كل الاسماء اللي تكون موجودة عندنا للparasites اما تكون كريك يونانية او لاتينية the genus the genus العفو is a group of closely related species الجينس هو يكون مجموعة من الانواع اللي متشابها فيخلوها تحت جينس واحد بينما الاسبيشيز designates a population the members of which have essentially the same genetic characteristics and are capable of continuous reproduction of their kind but usually cannot interpret with individuals designation of a species is a combination of the genus and species name this is referred to as binomial nomenculture يعني هنا عندنا من نسمي الparasite او مسبب مراضي معين هنكتب اول شي اسم الجينس وبعدين اسم الشبيشيز هنا معلومة كلش مهمة ويعني اذا الجأ السي بالميد او مثلا بالكوز يحاسبون عليها واية هي انو اسم الجينس مثلا هنا انت مي به السلطيكا اسم الجينس اول شي لازم يكون بكاوة اللتر واسم الاسم يكون بسم اللتر وحنا لانو ملزمة يعني بالحاسبة فيكتبوها اتاليك او طريقة مائلة بس بالامتحان مثلا يريدون اكو خط خط نفس ما اني مسوي الخط الاحمر خط جوا الجينس وخط جوا الاسم وخط واحد لا جوا كل واحدة خط يعني بحي الطريقة اللي انتميبا هستلتك the groups of parasites اول شي مو احنا قلنا الparasites نقسمها الى protozoa و هلمنث فاول شي احنا اخذ البروتوزو protozoa are unicellular eukaryotic organisms have all the essential organelles that help them in their essential activities هنا البروتوزو عدنا unicellular احادية الخلية eukaryotic organisms حقيقية الخلية have all the essential hey Siri what does eukaryotic mean okay i found this on the web for what does eukaryotic mean check it out clearly nukleus clearly defined nukleus have all the essential organelles that help them in their essential activities and it can be on all the organelles or the organelles most of them live singly but many others live in colonies ميكروسكوبك أغلبها تعيش سنجلي بس أكو سمع بهم تعيش إن كولونيز أو بمستعمرات وبعدين الكلاسفكيشن مع البروتوزوة هنا human parasites in the kingdom الكندم مع البروتوزوة مساعة مقسمنا الكندم فايلوم سبفايلوم فالكندم اسمها بروتوزوة والسبكندم بروتوزوة هنا تتقسم إلى أربع فايلة فايلة هي جمع فايلوم number one phylum sarcomastocophora containing amoeba and flagellates هاي الفايلوم بها الامoeba وبها الفلاجلات ديس فايلوم هم تنقسم إلى 2 سبفايلة اللي هي سبفايلوم ساركدينة وسبفايلوم mastigophora اسمها مقصوم هي مو اسمها ساركو mastigophora فهنا ساركدينة و mastigophora number two is فايلوم epi-complexة اللي هي مو اسمها ساركو mastigophora وفايلوم silophora containing ciliates وفايلوم مايكروسبورا يعني عرفنا شنو الكندم مالتها شنو السبكندم وشنو الفايلة مالتهم واتقسبنا واحدة منهم إلى 2 سبفايلة أول واحدة هنأخذها اللي هي السبفايلوم ساركدينة اللي تضم الامoeba اللي هي السبفايلوم ساركدينة تحتوي على الامoeba هاي الامoeba تحتوي على شنو السيروبوديا أو هي الأقدام الكاذبة هاي الأقدام الكاذبة وظيفتها شنو locomotion and feeding الحركة والتغذي وهنا بيها انواع هواي امoeba هنأخذها بس أشهر امoeba أو الامoeba الوحيدة اللي تفيدنا بالمجال الطبي هي الانتميبة هستلاتيكا لأن تسبب مرض خطير ومعدين وهاي الانتميبة هستلاتيكا هنأخذها بالجزء الجاي من المحاضرة هاي المحاضرة كانت كلها مقدمة عن الـ اللي هنأخذها هذا الكورس وكلش مهمة لأنه ما هننرجع نعيد هاي التفاصيل البدائية مثل شنو أنواع الـ شنو أنواع الـ شنو طبيعة الـ بينهم وعسا هنأخذ الـ يعني هنأخذ بارسايت واحدة وحنعرف شنو الـ شنو المسببات شلون تنتقل